ويلتحق بنا كذلك عبر سكايب المستشار القانوني محمد الوهابي محمد هل أو سهل فيك؟ كلا يعني بداية هل هناك قوانين عندنا في المملكة تجرم استخدام الفي بي إن أو تعاقب على الدخول إليه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبي ومرسلين نبينا محمد وآله وصحبه نفتر الصلاة وأتم التسليم طبعا الحمد لله المملكة العربية السعودية تمتلك منظومة قانونية ضخمة جدا وقوية جدا في الحماية من التجاوزات وكان لنا سبق في المملكة العربية السعودية بتشريع نظام خاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية وجاء النظام طبعا لحماية المجتمع ولحماية الأفراد ولحماية الجهات من أي تجاوزات تتم من خلال استخدام التقنية اجعلني بس في البداية أوضح ما هو فكرة الـ VPN قانونيا فكرة الـ VPN هو صناعة هوية إلكترونية وهمية للدخول إلى موقع معين للدخول إلى حساب معين للدخول إلى جهة معينة فبالتالي هنا فيه إيهام الإيهام مجرم قانونا وهو يندرج وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة فقرة ثلاثة هو الدخول غير المشروع بمعنى أنا مسموح لي الدخول على منصة سين بصفتي محمد الوهيبي ولكن عندما أقوم باستخدام الـ VPN أقوم بالدخول بصفتي عبدالله ناصر مثلا فبالتالي هنا فيه إيهام وفيه احتيال أو فيه تحايل في الهوية فبالتالي هنا تعتبر جريمة يتم ارتكابها بالإضافة أيضا بأن هناك عدة استخدامات للـ VPN من ضمنها أيضا الدخول على المواقع المحجوبة في المملكة العربية السعودية والتي تكون تمس مثلا أو تعود إلى منظمات إرهابية أو إلى جماعات إرهابية أو إلى الترويج للإتجار بالبشر أو الأشخاص أو أيضا للمواقع الإباحية أو المخلة فبالتالي استخدام الـ VPN هنا أصبح بشكل غير مشروع فبكل تأكيد هو يعتبر جريمة يجرمها النظام حماية للمجتمع وأيضا حماية للجهات التي نعمل لديها مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل أن البعض يستهين بالدخول لمثل هذه المواقع أو استخدام الـ VPN ولكن قد يتسبب في ضرر منظومة متكاملة سواء كان يعمل في قطاع خاص أو في قطاع حكومي من خلال استخدام هاتفه أو جهازه من خلال الممرات المظلمة التي هي الـ VPN فبالتالي يتم اختراق وسرقة بيانات منسوبي الجهة التي أعمل بها أو حتى عملاء الجهة سواء كان برنك أو جهة خدمية أو حتى كانت جهة حكومية وهنا طبعا ننتقل إلى جريمة أعظم وأكثر بشكل كبير أنا أرجع لها الآن إذا كانت تمثل الأمن الوطني أرجع لها النقطة ولكن أبغى في البداية يعني تقول لي وش العقوبات اللي ممكن يواجهها الشخص اللي يعني يثبت بحقه استخدام الـ VPN طبعا مثل ما ذكرنا نصة المادة الثالثة الفقرة الثالثة من نظام مكافحة الجرامة المعلوماتية الدخول غير المشروع وأيضا يدخل من ضمنها هو استخدام الـ VPN طبعا هنا العقوبة يعني تصل إلى السنة السجن وغرامة 500 ألف ريال هذا في الحق العام ما لم يكن هناك أضرار في الحق الخاص يعني مثل منشأة تضررت من موظف أو تسبب هذا الموظف مثلا باختراق البيانات الخاصة بها أو تعطيل النظام الإلكتروني فبكل تأكيد ستزيد هذه العقوبة وبشكل كبير جدا وقد ترتقي إلى أن تكون جريمة تمس الأمن الوطني هنا السؤال يعني في حال كان الشخص مثلا نقول والله موظف في وزارة من الوزارات ودخل على الـ VPN وارتبط بالشبكة الموجودة في العمل وتسربت البيانات يعني نظاما وقانونيا ما هي الرحلة التي سيمر بها الرحلة التي سيمر بها أنه سيكون من ضمن تشكيل أو تنظيم قام بصناعة ثغرة إلكترونية لهم ليقوموا بالاختراق ودخول وسرقة هذه البيانات واستخدامها وبيعها مثلا من خلال شبكة المعلوماتية أو إلى آخر فبالتالي هو هنا أصبح شريك في تنظيم عصابي من خلال استخدامه للـ VPN وخليني أعطيك مثال بسيط جدا في عام 2020 تم الإعلان من خلال عدة منصات إخبارية مختصة بأن كان هناك سبع برامج VPN عالميا قامت بتسريب معلومات أكثر من 20 مليون مستخدم طبعا هذه المعلومات لا تشمل الإسم تشمل الإسم تشمل أرقام الحسابات البنكية تشمل الأرقام السرية للحسابات البنكية وأيضا للحسابات الشخصية بالإضافة طبعا إلى الوسائط وهي مقاطع الصور والفيديوهات الخاصة بهم فتخيل سبعة برامج قامت بتسريب أكثر من 20 مليون طيب فيه قضايا عندنا في المحاكم محمد فيه قضايا عندنا في المحاكم بس لذيق الوقت هذا اللي كنت تبقى تطرق له يعني بعض الأشخاص يتواصلهم معنا أنه نرغب بإقامة دعوة أو كذا أنت من سمحت للجهة باختراقك أو بدخول يعني أنت خلفت النظام فبالتالي لا تطلب من النظام أن يحميك يعني أنت دخلت بشكل غير مشروع فتحمل أعباء هذا الفعل على الصعيد الشخصي وأيضا على الصعيد النظامي لذا نكرر يجب على يعني هذه رسالتي لكل المشاهدين والمشاهدات كن حريصا هل وقفت على قضايا أو عرفت قضايا مشابهة يعني انتهت بأحكام السجن والغرامات؟ نعم طبعا كثير من الأحكام يوميا تمر علينا أو خلينا أكون أدق يعني نقول شهريا مثل هذه الحالات تمر علينا في استخدام الـ VPN طبعا ينتج عنها تسريب للمعلومات وقاء احتيال مالي بأخذ البيانات الخاصة البنكية أو حتى جرائم ابتزاز من خلال التهديد بصور أو بمعلومات خاصة أو بمعلومات سرية ينتج عنها طبعا جرائم أخرى ولكن في الأصل هي تعد جريمة معلوماتية للدخول غير المشروع النصيحة أخيرة في 30 ثانية تقدمها للأشخاص حتى لا يقعوا في هذه المشاكل يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل هو أن الدولة وضعت منظومة متكاملة إلكترونية لحماية معلومات المستخدمين والأشخاص فلا تكن أنت سببا في فقد معلوماتك أو خصوصيتك أو حتى المعلومات الخاصة بك أو بأسرتك أو بالمنشأة التي تعمل لديها لذلك يجب علينا أن نلتزم بالنظام وأن لا ندخل في المواقع المشبوهة لأن الـ VPN لا يستخدم إلا في المواقع مثل هذه المواقع وأكرر مثل ما ذكرت قبل قليل يجب علينا جميعا أن نكون حريصين في استخدام الشبكة المعلوماتية المستشار القانوني محمد الوهيبي كنت معنا عبر سكايب أشكرك جزيل على كل هذه المعلومات